حذر خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجلس النواب من اتخاذ أي خطوة بشكل منفرد دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة مشيرا إلى أن أي تحرك من هذا القبيل سيكون مصيره الفشل سواء تعلق الأمر بخريطة الطريق أو إقرار قوانين أو أي محاولة لتعديل السلطة نحن نحذر أن أي خطوة يتخذها من مجلس النواب بشكل منفرد وبدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة فإن هذه الخطوة ستقول للفشل سواء كانت هذه الخطوة تتعلق بخريطة الطريق أو تتعلق بإقرار قوانين أو تتعلق بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد عبد الناصر في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي إن المجلس يعقد جلسة بمقره في العاصمة ترابلس لبحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد وأضاف المتحدث أن رئاسة المجلس دعت الأعضاء إلى اجتماع لتدارس خارطة الطريق وكذلك مناقشة فشل العملية الانتخابية بعد تعذر التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الأطراف السياسية إلى جانب خروقات مجلس النواب للاتفاق السياسي المتضمن في الإعلان الدستوري وآخر هو إصدار ما أسماه قانون انتخاب الرئيس دون الالتزام بنص المادة الثالثة والعشرين من الاتفاق السياسي التي تستوجد التوافق بين المجلسين بشأن هذا القانون تأتي هذه التطورات في الوقت الذي من المرتقب أن يعقد مجلس النواب الليبي جلسة غدا لبحث أفاق العملية الانتخابية وينضمن إلينا من طرابلس مراسل العربي عبد الناصر خالد عبد الناصر مرحبا بك لو تضعنا في تفاصيل هذه الأحداث مؤخرا نعم ربما نبدأ بجلسة المجلس الأعلى للدولة والتي ما تزال حد هذه اللحظة متواصلة الأعضاء في المجلس الأعلى للدولة يحاولون بحث مستجدات الوضع السياسي خاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بعد أن فشلت الأطراف الليبية في الوفاء بموعدها المحدد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري كذلك تحدثوا عن مسألة إمكانية التواصل مجددا مع مجلس النواب فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية المجلس الأعلى برئاسته خالد المشري قال أن الأطراف السياسية كانت في السابق تقول بأن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد وسيتم تنفيذها وإنجازها في موعدها المحدد ولكنها الآن بعد أن فشلت في ذلك بدأت تلقي باللوم على بعضها البعض في إشارة إلى البرلمان من جهة والمفوضية الوطنية العلية للانتخابات من جهة أخرى هو يقول الآن ربما سنعيد الكرة ولكن هذه المرة ستكون وفق اتفاق اتفاق على ما يتعلق بالانتخابات بالقوانين الانتخابية أولا مع مجلس النواب لتهية القاعدة الدستورية بشكل يتوافق مع متطلبات الاتفاق السياسي أي بمعنى ضرورة الاشتراك في تعديل هذه القوانين وإقرارها بين الجسمين التشريعي والاستشاري كذلك مسألة قبول الأطراف لهذه القاعدة يجب أن يتم الاتفاق على ذلك أيضا فيما يتعلق بمسألة حسم المرشحين للانتخابات الرئاسية خاصة المثيرين الجدل قال هذا سيكون وفق رؤية القضاء وكان القضاء في تطور جديد قد تحدث أمس رئيس المجلس العلى للقضاء قال بأنه قد أنهى كل متطلبات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وكان على المفاوضية الوطنية العلية أن تعلن بشكل رسمي هذه القوائن أما فيما يتعلق بتطورات المشهد السياسي الأخرى فيما يتعلق بالجلسة الافتراضية لأعضاء ملتقى الحوار مع البعثة الأممية قيل بأن أعضاء في الملتقد قد تلقوا اختارا من البعثة بأن هذه الجلسة التي كان من المفترض أن يتم عقدها اليوم قد تم تأجيلها إلى موعد غير محدد أما المنتظر والأكثر انتظار هي جلسة مجلس النواب يوم غد هذه الجلسة يفترض أن يبحث فيها الأعضاء أولا الصعوبات والعرقيل التي واجهت إتمام العملية الانتخابية كذلك مسألة هل سيتم فعلا تشكيل لجنة أخرى ستتواصل مع المجلس الأعلى للدولة بهدف تعديل القوانين الانتخابية كذلك ماذا عن السلطة الحالية أي حكومة الوحدة الوطنية هناك من النواب من يقول يجب ترحيل هذه الحكومة واختيار حكومة بديلة حكومة أزمة مصغرة ولكن بعض النواب يرون بأن إذا ما تم اتخاذ مثل هذا الإجراء سنعود إلى المربع الأول أي إلى الانقسام ربما سنرى حكومة موازية في الشرق وحكومة أخرى في الغرب وبالتالي أغلب الأطراف السياسية ترفض هذا التوجه لكن بالمجمل يمكن الحديث عن لحظات حاسمة في المشهد السياسي الليبي فيما يتعلق بالانتخابات الجميع ينتظر موعد محدد من الممكن أن يتم تبني مقترح المفوضية الوطنية على الانتخابات بأن يكون الثلاثين من الشهر القادم المقبل يناير هو موعد محدد للانتخابات الرئاسية الجولة الأولى أو الانتقال إلى الخيار الثاني وهو أن يكون في نهاية فبراير المقبل نعم أشكرك جزيلا شكر مراس العربي عبد الناصر خالد كنت معنا من طرابلس